بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نكمل حصص التأسيس وهي العمليات على الحدود والمقادر الجبرية العمليات يعني الجمع الطريح والضرب القسم الآن الجمع وطريح الحدود الجبرية لازم نكون فقط الحدود المتشابه طب أستاذ شو بدي عرفنا المتشابهة ولا إيش بتكون الأسس بتكون الأسس للإكس للمجهيل زي بعض طب شو أساوي يا أستاذ بتيجي على المعاملات هاي أربع زائد خمسة حطها تسعة تسعة تمام تسعة إيش إكس قوة واحد يقول لي تسعة إكس تربيئة لما واحد يقول لك أربع متار أربع متر زائد خمسة متر شو بتقول له تسعة متر ما بتقول له تسعة متر تربيئ او عدير بالك هاي كثير طلاب ليش أستاذ ما نحط تربيئ آآ بس بتجمع الأرقاب أربع زائد خمسة تسعة والسلام طيب نشوف هون جمع وطريح الحدود والمقادر الجبرية نشوف تسعة إكس تربيئ ناقص ثلاثي إكس تربيئ أستاذ هاي زي بعض نعم تطلع على الأس هنا ثنين وهون إيش اثنين زي بعض شو بساوي بتطلع على المعاملات تسعة ناقص ثلاثي ستة وبحط إيش بالإكس تربيئ تمام تمام طيب هون إكس تربيئ ناقص إكس تربيئ هاي واحد وهاي واحد واحد ناقص واحد صفر حلو طيب أستاذ هاي شوف ناقص تسعة إكس تربيئ متشابهة نعم ليش لأن الأسس لسين زي بعض إذن حدود متشابهة سالب تسعة زائد ثلاث سالب ستة الإكس إيش تربيئ روح ماشي إوعى تقول إكس تربيئ ناقص إكس تربيئ يمسك إوعى لما تقول مثلا خمس سيارات وأربع سيارات بتقول لي تسع سيارات ماشي مش تعدف السيارة هون سالب تسعة إكس تربيئ آه ناقص ثلاثي ناقص تسعة وناقص ثلاث سالب إتناش إكس إيش تربيئ إكس إيش تربيئ نكمل هون ركزوا معي سالب ثلاث وسالب سبعة وسالب إكس تربيئ أيوة سالب ثلاث وسالب سبعة سالب عشرة هون في واحد إذن سالب إحداش إيش إكس تربيئ تمام 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 طيب هون انتو شو مشكلتكم فيها بتفكروا بالتوجيه الكسور والإشارات الإشارات والكسور لذاك أنا بتعمد الكسور بتعمد الإشارات نص زائد ثلاثة عسنين أعطيتكم إياها إكس تربيئ يا سلام طيب نص زائد واحد وثلاث أربع على ثلاث اثنين إذن إثنين إكس إيش تربيئ والسلام طيب هون ركز معي هون كانت المقامات المحدة سهلة طيب أستاذ هون ثلث زائد نص ثلث زائد نص حلو الإكس تربيئ تمام تمام حلو تربيئ كيف أجمعهم علمتك على لا لا ولا ولا لا ماشي مش ضرب تبادلي واحد ضرب اثنين هيك واحد ضرب اثنين اثنين وثلاثة ضرب واحد ثلاثة على ثلاثة ضرب اثنين ستة إكس إيش تربيئ يا سلام وتسوي خمسة على ستة إكس إيش تربيئ والسلام طيب ثلث ناقص نص إذن أنت مركز لنا يا شمالي على الكسور وعلى الإشارات طبعا ثلث ناقص نص إكس تربيئ إكس إيش تربيئ طيب كيف زي ما حكينا واحد ضرب اثنين اثنين حلو هون الإشارة إيش سالب ثلاثة ضرب واحد ثلاث يا سلام ثلاثة في اثنين ستة إكس تربيئ إكس تربيئ يا سلام يا سلام وتسوي ثنين نقص ثلاث سالب ها واحد يعني نقدر نكتبها إكس تربيئ ما منحط الواحد على إيش على ستة وهو المطلوب طيب هون سبعة إكس تكيب شو الكوة هون ثلاث وشو الكوة هون اثنين ما بينجمعوا ما بينجمعوا لما تكون الأسس مختلفة للمجهول هون ثلاثة واثنين ما بينجمعوا زي كاننا وإحنا بلاد صغار يقولنا ارنبين وثلاث ججات أكمن خروف ما بينجمعوا ما بينجمعوا يبقى كما هو طيب هون أستاذ إكس تربيئ زائد سبعة إكس زائد اثنين هون الإكس كوة اثنين هاي الإكس كوة واحد طيب اثنين كداش الإكس كوة اثنين في واحد اللي إكس كوة اش سفر ولا واحد زي الثاني إذن تبقى كما هي تبقى إكس تربيئ زائد سبعة إكس زائد ايش اثنين نروح لجمع وطرح المقادير الجبرية ماشي نجمع ونطرح المقادير الجبرية المتشابهة فقط حلو نعيد الترتيب مع مراعاة أخذ المعاملات مع إشاراتها هذا مقدار جبري مع مقدار جبري شو بدك تساوي اللي زي بعض أنا بفضل دائما أحط الأسس الكبيري بالأول الأسس الكبيري بالأول طيب خلينا شو مع بعض أنه الأكبر إكس إكس تربيئ طيب نركز مع بعض أربعة إكس تربيئ نقص اثنين إكس تربيئ أكيد اثنين زي ما تعلمنا قبل شوي الإكس هاي تربيئ طيب الإكسات قوة واحد إثنين إكس زائد خمس إكس أنا شايف ها سبعة إكس زائد سبعيش إكس وهو المطلوب وهو إيش المطلوب طيب نشوف هون نشوف هون المتشابهات أنه أكبر كوة أنا شايف الإكس تكئيب الإكس تكئيب في زيها مش شايف زيها إذن هاي أربعة طول بالك على حالك طول بالك على حالك طيب بعدها بعد الإكس تكئيب أكيد الإكس تربيئ في هون إثنين إكس تربيئ وفي عندك هون خمسة بصير سبعة إكس تربيئ سبعة هاي سبعة وهاي إكس وهاي التربيئ إيش طيب نروح ل الإكس هون فيش هون في سالب إثنين إكس وزائد إكس بصير سالب واحد إكس تمام بعدين العداد اللي إكس كوة سفر اللي هي العداد فيش اللي هذا العداد زائد إيش سبعة زائد إيش سبعة روح طولنا نفس الشيء خلينا هون مش هني يكون عندنا مبدأ لما يكون عندنا حدود كثيرة شو ما نتصرف كثير مسائل لما بتضربها في التوجيه بتطلع حدود كثيرة طيب شو أساوي ولا إيش أني أكبر كوة أنا شايف التكئيب أنا شايف التكئيب يلا نبلش أربعة مشان أمرك ما تنسى إش هاي إكس تكئيب ما في زيها التربيع إثنين إكس تربيع وخمسة إكس تربيع بصير سبعة هاي السبعة الإكس تربيع طيب نشوف الإكس هاي إكس ناقص إثنين إكس عادة هاي ما بتنحط هيك بس مش مشكلة يعني ممكن ممكن إنه هاي نحطها الإكس مع هاي مش مشكلة عكلها وعند يقول لي ما هي إكس ناقص إثنين إكس ناقص إكس واضحة جدا ناقص إيش إكس في غيرها ما في غيرها إذن ناقص إكس بعدين الثابت اللي إكس كوة إيش تبعتها سفر زائد إيش سبعة وهو المطلوب حلو خلينا نشوف ضرب الحدود والمقادير الجبرية ضرب الحدود والمقادير الجبرية طيب بدك تنتبه بدك تنتبه هون دائما إشارة رقم متغير بدك تنتبه رقم متغير طيب نشوف إشارة رقم إيش متغير أ في بي حلو بعدين إكس قوة إن في إكس قوة إيش أم في حالة الضرب تجمع الأسس جمع وهيك اتعلمنا نشوف خمسة ضرب ستة إنها ثلاثين الإشارة موجبة إكس قوة أربعة في إكس قوة خمسة إكس قوة إيش تسعة أخذناها تجمع الأسس جمع بشرط الأساسات متشابه هون نشوف مع بعض قالنا حكينا عبد الرحم الشمالي في الضرب تكتين تبعي لثلاث أشياء إشارة رقم متغير يلا مع بعض سالب في سالب موجب ثلاث ضرب خمسة خمسطاش في حالة الضرب تجمع نسجمع هون أكس واحد هون أس واحد إذن في إكس إيش تربية وهو المطلوب يلا يا شمال موجب في سالب سالب إشارة الرقم ثلاث في أربعة واللاثناش إكس قوة خمسة في إكس قوة نقص اثنين خمسة نقص اثنين ثلاث وهو المطلوب هون يلا مع بعض سالب في موجب سالب انتبه انتبه لهاي إكس هذا الأساس ثلاثة نقص ثلاثة تجمع الأساس ثلاثة نقص ثلاثة أو زائد نقص ثلاثة سفر حلو أيوة الإكس قوة سفر تساوي سالب واحد هيتساوي إيش واحد بشرط الإكس ديروا بالكم ما بتساوي إيش سفر ديروا بالكم الإكس ما تساوي هون إيش سفر تمام التمام نروح تمام التمام 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 هذا يعني اللي شايفينه في حالة إيش جمع والضرب والحدي والضرب إيش المقادير الجبري منكمل موضوعنا منكمل موضوعنا على ضرب حد جبري في مقدار إيش جبري الآن بالرموز A في B زاد أو ناقص C تساوي A في B زاد أو ناقص A طلعوا وزعنا الA على الB والA على الس الآن نلاحظ أنه عملية الضرب تتوزق هاي الضرب هون تتوزق على الجمع وإيش والطرح خلينا نشوف هون يلا مع بعض البعض البعض يا معلم يا معلم إيش يلا نشوف مع بعض خمسة في اتنين إنها عشرة عشرة X بعدين خمسة في خمسة خمسة وعشرين X تربية روح يا ولد طمام هنا نشوف نركز 1 في X X تكئيب عمهلنا إشارة رقم متغير السالبة بتدخل على القوس بتغير جميع شرط القوس سالب في سالب موجب 2 3 6 X تربية X تربية X قوة 4 يلا سالب في موجب سالب 2 في 5 10 أنا متأمني X تربية X تكئيب X قوة 5 لأنه في حالة الضريب تجمع الأسجم إذن انتبه الإشارة الرقم متغير ودير باقي السالب إذا دخلت على القوس بتغير الإشارات هاي الموجب صارت سالب هاي السالب صارت موجب هاي الموجب صارت إيش سالب الآن مناش نضرب حد في مقدار حد في مقدار لا منضرب مقدار في مقدار ضرب مقدار جبري في مقدار جبري يلا نشوف مع بعض A زائد B في C زائد D آه أستاذ منوزق الأ ركز كثير راح يلزمنا هذا الكلام كثير راح لزمنا هذا الكلام الا في السي بعدين الا في الدي بعدين الاكس في الاكس بعدين الاكس في الخمسة وهكذا يلا مع بعض نبلش الطخ يلا نبلش ايش الطخ اكس في اكس والله اكس تربية اكس في خمسة خمسة اكس طيب ثلاثة في اكس ثلاثة اكس طيب ثلاثة في خمسة خمستاش يا شمال الله يرضى عليك في حدود هون متشابهة في حدود ايش متشابهة الاكس تربيع ما في زيها خمسة وثلاثة ثمانية اكس زائد ايش خمستاش وانتهى الموضوع طيب يلا بنا بنسميه احنا التوزيع الافقي الضرب ايش الافقي اكس باكس والله اكس تربيع واكس في سالم خمسة سالم خمسة اكس حلو ثلاثة في اكس ثلاثة اكس طيب وثلاثة في ناقص خمسة سالم خمستاش تمام هاي الاكس تربيع ناقص خمسة اكس زائد ثلاثة اكس ناقص خمسة زائد ثلاثة سالم اثنين اكس حلو سالم خمستاش وانتهى الموضوع هون اذا تعلمنا اشي اسمه قانون التوزيع الافقي اول حد في المقدار في القوس هذا بعدين ثاني حد في القوس كله والحدود المتشابهة منجمعها منطرحها تجميع الحدود طيب الان كثير بيسألوني الاكس ناقص ثلاثة الكل تربيع اللي هو المربع الكامل كيف نربعه مربع الاول بعدين الاول في الثاني في الثنين في ناس بيقولي الثنين في الاول الثاني بصير يا حبيبي امك زائد مربع الثاني ركز معي مربع الاول اكس في اكس والله اكس تربيع الاول في الثاني في الثنين اكس في ناقص ثلاث ناقص ثلاثة اكس في اثنين سالب 6x سالب 3 لكل تربيع زاد 9 وهو المطلوب طيب هون يا شمالي هون راح تكون قصة طويلة تكون ايش قصة طويلة طيب نشوف x في x تربيع انا شايفها x تكئيب اما هنا x في ناقص 3x ناقص 3x تربيع و x في 9 9x ديروا بالكم الآن بضرب الثلاثة في كل القوس الحد الاول بكل القوس والحد الثاني بكل القوس 3x تربيع والله 3x تربيع حلو و 3x في ناقص 3 سالب 9x ديروا بالكم فيه شغل مهم جدا بالدحكيها الان ثلاثة في تسعة سبعة و عشرين سبعة و عشرين من دحكي كلام خطير ده كدير بالك الان خطيت المتشابهة وراء بعض انتبهو شو بدي ساوي هلا الان الـ x تكئيب ها متأنف ناقص 3x تربيع مع زائد 3x تربيع بطير و زائد 9x مع ناقص 9 بطير اوه زائد سبعة و عشرين اللي هي ثلاثة تكئيب شو ملاحظين انه يا استاذ كل هاي هي مجموع مكعبين مجموع ايش مكعبين اللي هي x تكئيب زائد ايش السبعة و عشرين هاي مجموع مكعبين ولما كنا نحللها زمان كنا نأخذ الجذر التكئيب للأول زائد الجذر التكئيب للثاني هذا كنا للأول وهذا الثاني بعدين نقول مربع الأول ناقص الأول في الثاني زائد مربع الثاني هذا اللي كناər نسميه في التوجيه العلم خاصة المرافق التكئيبي المرافق ايش التكئيبي صار هيك السؤال الابو معجوق تمام تمام بدي ينتبه الطالب لو بدي يحلل ما علش بدفاهمها أكثر وأكثر لو عندك X تكعيب زائد 27 ماشي وكنا نحللها كما جوع مكعبين كنا نقول كيف نحللها نقول X زائد 3 في مربع الأول X تربية ناقص الأول في الثاني زائد مربع الثاني اللي هو 9 إذن هاي هاي الرجوع هي مجوع مكعبين فهمناها طيب هس طالب ذكي بقوله السادة تكملش بقوله ليش قال هاي السريع إيش يا أبو الشباب قال X تكعيب ناقص ثلاثة تكعيب اللي هي 27 قلت له أنا مش مصدق ماشي مصدق طب ليش قال أنا بدي أضربها بدي إيش أضربها يلا X في X تربية لاحظوا X في X تربية X تكعيب و X في ثلاثة X ماشي زائد ثلاثة هنا X في X تربية وحطين هنا التربية استكعيب بالضبط طيب يلا و X في ثلاثة X ثلاثة X تربية و X في تسعة زائد تسعة X يلا مع بعض نجرب ناقص ثلاثة في X تربية ناقص ثلاثة X تربية الله و ناقص ثلاثة في ثلاثة ناقص تسعة X و ناقص ثلاثة في تسعة ناقص سبعة وعشرين الله يسعدنا أن نقول شطبة زحلقة عيدة بنشرة شو صفت؟ إن صفت X تكعيب ناقص سبعة وعشرين وهو المطلوب إذن هذا بتكون تنتبهوا إنه هو فرق بين مكعبين طيب هون كيف هاي بنا نضربها؟ كيف هاي بنا نضربها؟ خلينا نقولها هون و نشوف كيف بدنا نضربها X في X زائد ثلاث الكل تربية بري إيزي يا عزيز بالإنجلي أستاذ أول إشي الأكواس أول شي إيش الأكواس والأسس يلا كيف بدك تربعها؟ بتقول X سيبني هاي اللي بره أصيبك منها في X في X X تربية الأول في الثاني في الثنين 6X يا سلام 3 في 3 9 هلا بضرب X في كل الكوس X في X تربية X تكعيب زائد 6X تربية زائد 9X وهو المطلوب إذن شو سوينا هون؟ الأولوية للأكواس X زائد ثلاث الكل تربية مربع الأول بعدين الأول في الثاني في الثنين زائد مربع الثاني بعد ما نطلح هذا القوس نفكه نضربه بإيش؟ بالX وهو المطلوب خلينا نروح على التحليل نروح على إيش؟ التحليل موضوع هام جدا طرق التحليل شوفوا قديش فيه تحليل وبيخبثونا بالمدارس وبالتحليل يا إما إخراج على المشترك يا بتكون عندك عبارة تربية يا إما عبارة إيش؟ تكعيبية خلينا دائما أول ما بنفكر بإخراج عامل مشترك أول ما بنفكر بإخراج عامل مشترك بعدين منشوف العبارة إذا تربية ولا تكعيبية خلينا نبلش إخراج عامل المشترك إخراج عامل إيش؟ مشترك إخراج عدد أول إيش إخراج عامل مشترك إيش؟ العدد نشوف يا شمالي كيف؟ في عندك هون سالب ثلاث وفي عندك سالب اتناش الإشارة والله يصد سالب والله يرضى عليك حلو هون ثلاثة واثناشة سالب ثلاثة اكس على سالب ثلاثة بتروح بصف اكس ناقص سالب عسالب طبعا شو بتكون موجب انتبهوا لها وهون صارت موجب اتناشة ثلاثة فيها ايش اربعة وهو المطلوب وهو ايش المطلوب هذا اخراج العامل المشترك طيب هس هي شمالي ركزون تسعة في اكس تربيع ناقص ثلاث اي طالب يقول لك يا عم هاي الثلاثة لانه عامل المشترك في ثلاث اكس تربيع ناقص ثلاثة على ثلاثة كام واحد وهو المطلوب شو اخذنا عامل المشترك العدد هون كان سالب هون ايش موجب خلينا نروح على كمان هاي المسألة اتناش والاربعة ايوا الاربعة عمو عامل الاكس نفتح قوس اتناشة اربعة ثلاث سالب الان اخذنا الاربعة شو بظل اكس وهو المطلوب وروح طيب في عنا اخذ عامل مشترك لما تكون اكس شو العامل مشترك الاكس كيف نشوف مع بعض من اخذ العامل مشترك الاكس اصغر قوة في المقدار يا استاذ هون في اكس تربية وفي هون اكس واحد قوة واحد وهون ثلاث اذا العامل مشترك اكس قوة واحد اصغر واحدة اكس تربية على اكس اي واحد بعرف اكس ناقص اكس على اكس اكيد واحد ناقص اكس تكيب على اكس اكيد في حالة طرح في حالة الكسمة تطرح الاسس وهو المطلوب اذا الحالي الثالثي اذا اول حالي اخراج عامل مشترك عدد ثاني حالي الاكس ثالث حالي انه ممكن تطلع عدد واكس عامل مشترك عدد واكس عامل ايش مشترك نشوف هون سالب هون سالب هاي سالب هون ثلاثة وهي ستة هاي الثلاث ماشي اكس تربية اكس قوة خمسة الاكس تربية الله اخذنا السالب على المشترك سالب على سالب موجم الثلاثة مع الثلاثة بالطرير اكس تربية اكس تربية اوو انها واحد انها ايش واحد ناقص ستة على ثلاث انها اثنين اكس قوة خمسة على اكس تربيع انها اكس قوة ايش ثلاثة لانه تطرح الاسس طريح في حالة القسم طيب هون يا شمالي هون ايش يا شمالي عندك السبعة اخراج عام المشترك فقط اخراج عام المشترك فقط استاذ هون سبعة هون تسعة واربين هون واحد وعشرين انا شايف السبعة عام المشترك طيب اكس قوة خمسة و اكس تكيب و اكس تربيع بناخد الاكس تربيع الله يعطيك العافية الان سبعة مع السبعة باي باي اكس قوة خمسة على اكس تربيع تطرح الاسس سل ثلاثة سالب على موجب سالب تسعة واربين على سبعة انها سبعة طيب اكس تكيب اكس تربيع انها اكس زائد زائد واحد وعشرين على سبعة انها ثلاث طيب اكس تربيع على اكس تربيع باي باي ماشي وهو المطلوب وهو المطلوب هذا اخراج عامل مشترك اخراج عامل ايش مشترك يا اما عدد يا اما اكس خلينا نروح كثير بهمنا اللي هو الابارة التربيعية وهذا موضوع طبعا تعرفين مهم جدا خلينا نبلش الابارة التربيعية الثلاثية اللي معامل سين تربيع يساوي ايش واحد واي اللي تساوي اكس نفس الاشي اكس تربيع زائد بي اكس زائد طلع كم من حاد ثلاث حدود الاشمل لو عنا مثال اكس تربيع زائد ثمان اكس زائد خمستاش وبدنا نحللها في عنا خطوات بدكم تتعلموها بدكم ايش تتعلموها ايش هي اول اشي فتح الاقواص فتح الاقواص طيب نشوف هيا فتحنا اقواص حالو بعد فتح الاقواص نحلل الحد الاول اللي هو الاكس تربيع نحلله اكس في اكس طيب ثالثا ننظر الى اشارة الحد الثابت اللي هو خمستاش اذا كانت موجبة اذا كانت موجبة زي ما هو في السؤال اذا كانت موجبة فاشارتين القوسين متشابهتين شو متشابهتين يعني يا سيليبتين يا موجبتين طلع كمن كالاوسط كالاوسط شو شرط الاوسط موجبة اذا هون موجبة هون موجبة بعدين اخر خطوة نقول قول وخلصنا ما هما العددان اللذان ضربهما خمستاش ومجموعهما يلا مع بعض مجموعهما ماشي تساوي ثمانة هاي الثمانة اه استاذ مش عارف بلش بالواحد واحد في خمستاش اثنين في ايش تساوي خمسة في ايش ثلاثة في خمسة هاي ثلاث وهاي ايش خمسة وانتهى الموضوع استاذ اكس في اكس اكس تربع عارفينه ثلاثة في خمسة خمستاش بس لا بدك تتأكد فيه البعيدين والقريبين اكس في خمسة والله خمس اكس وثلاثة في اكس ثلاث اكس اذا هيكة مية في المية تساوي ثمانة اكس الوسطاني طب هون نشوف هاي المسألة نشوف هاي المسألة يلا بينا استاذ عبارة تربية ثلاثية اوه فتح الاكواس بسرعة بسرعة يا ولد بسرعة بسرعة الاكس تربية اكس في اكس بما انها طلعوا موجب الاشارتين مثل بعض كالوسط عددين ضربهما خمستاش ومجمعهم الثمانية انها الثلاث في ايش الخمسة حلو حلو تمام التمام اه بدنا هلا استاذ بثال لما يكون هاي اشارة سالبة خلينا نشوف نفس الكلام نقول اول ايش نفتح الاكواس فتح الاكواس يلا نفتح اكواس هاي فتحنا يا معلم الاكواس هم فتح القوس هاي بعدها نحلل الحد الاول نحلل نحلل ايش الحد الاول الان نحلل الحد الاول اللي هو الاكس تربيع اكس في اكس برافو بعدين ننظر الى شارة الثابت ننظر ننظر الى اشارة الثابت اللي هو الخمستاش اذا كانت سالبة فاشارتين القوسين مختلفتين يا سالم يعني واحدة سالب واحدة ايش موجب او موجب سالب ما بتفرق لانه معامل سين تربيع واحد ونقول ما هما العددان اللذان ضربهما ماذا خمستاش وطرحوهما العدد الاوسط اللي هو اثنين ماشي اثنين هاي اثنين والاكبر اشارته كالاوسط هاي كلمة مهمة جدا اوسط ثلاثة في خمسة بس اللي كبير اشارته زي الاوسط موجب اذا هون الخمسة وهون ايش الثلاث وانتهى الموضوع خلينا ناخذ مثال خلينا ناخذ ايش مثال اكس تربيع ناقص تنين اكس ناقص خمستاش او 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 شمالي الله يرضى عليك هذا عبارة تربية ثلاثية افتح اقواس استاذ مش اول اشي نفكر باخراج على المشترك اه يا حبيب امك معامل اكس تربية واحد ما في عامل مشترك استاذ هاي الاكس فتحنا الاقواس حللنا لحد الاول ننظر اشارة الثابت سالبة واحد موجب واحد سالب او سالبة موجب ما بتفرج عددين ضربهما خمستاش وطربهما اثنين ثلاثة في خمسة والكبير اشارته زي الاوسط الكبير هنا الخمسة وهنا ايش الثلاث لانه الاوسط اشارته ايش سالب وهو المطلوب طب استاذ هون شوفوا مع بعض شو ما عامل الاكس تربية مش واحد اول ما نفكر به اخراج على المشترك اول ما نفكر به اخراج عامل مشترك يلا بينا هاي تتضمن بدنا نحلها اثنين عامل مشترك استاذ اكس تربية ناقص اثنين اكس ناقص خمستاش الله 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 صارت زي اي مسألة زي المسألة هاي بالضبط صارت زي المسألة بتتكملها اثنين نفس الاشي الاكس نفسها الاكس واحدة موجب واحدة سالم ماشي وهنا ثلاث وهنا ايش خمسة طيب نشوف اخر واحدة نشوف اخر واحدة يلا بينا ناقص ثلاث اكس تربية استاذ اول ما نفكر قلتلي اول ما نفكر به اخراج عامل مشترك ايش هو السالب ثلاث هاي السالب ثلاث خلينا نحط بلون ثاني لون ازرق سالب ثلاث الله ينتيك العافي الان بصير هاي موجب الاكس تربية الاكس ايش تربية ناقص اناقص موجب ستة على ثلاث اثنين هاي اكس الان موجب عسالب سالب الان خمسة واربئين على ثلاث خمستاش استاذ هذه المسألة قبل شوية حللناها قبل شوية ايش حللناها خليني احللها سالب ثلاثة حليني احطها بالاحمر هاي سالب ثلاث يلا شغلي بسيطة جدا هنا اكس وهنا اكس بعدين بمئنة سالب الاشارتين مخ تاليفتين عددين حاصل ضربهما خمستاش والفرق بينهما اثنين والعدد الكبير اشارته زي البسط هاي ثلاثة في خمسة ماشي وهو المطلوب البعدين والقريبين لازم ان يطلعوا ايش اثنين اكس اذا لاحظ في التحليل اول ما نفكر اخراج عامل ايش مشترك واذا كانت الابارة تربئية ثلاثية معامل سين تربيع يساوي واحد اول ايش يفتح القوسين او الاكواس زي ما بدك انه حلل لحد الاول السين تربيع بعدين ننظر الى شرط الثابت وبعدين ايش بنختم وانا اقول ما هم العدد لانا لذاني كذا كذا ولا اخر اربع ايش خطوات مش رايح تنساهم الى الابد اي معادلة تربئية ثلاثية معامل سين تربيع يساوي واحد يطبق عليه هذا نفس الكلام اما لما يكون معامل سين تربيع مش واحد اول ما نفكر به اخراج عامل مشترك عزاء الطلبة نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله وشكرا لحس المتابعة والى اللقاء في حسة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة